طيب اتكلمنا وإحنا نتكلم عن دعم أو توظيف 30 ألف مدرس في الموازنة الجديدة عايزين نتكلم عن قطاع التعليم بشكل عام مخصصات قطاع التعليم ما قبل الجامعة في الموازنة الجديدة وإزاي هيتم توظيف هذه الأموال من خصصات التعليم يا أستاذ محمد ما قبل الجامعي والجامعي 479 مليور 479 مليور إحنا شايفين أن التعليم ما قبل الجامعي شايفين تجاه الوزارة لعمليات التطوير وعمليات الفصول الزكية يعني فيه مشروع إنشاء فصول زكية ده بمليارات مؤسم على عدد من السنوات يعني فيه الموازنة الوحدة حوالي 2 مليار للفصول الزكية التابلت مشروع التطوير إحلال وتجديد المدارس اللي بيحصل وإنشاء مدارس جديدة وصيامة المدارس من مبادرة حياة كريمة ده متوسع جدا في كل القرى المصرية ففيه مصروف عندي على الإنشاءات والإحلال وتجديد وفيه مصروف على تطوير المناهج وفيه مصروف على تعيين ما هو داخل من ضمن مثلا تكلفة التعليم اللي هو تكلفة تعيين المعلمين ده بيسمع معي في الوجور وبيسمع معي في موازن التربية والتعليم التعليم الجامعي إحنا شايفين الجماعات اللي بتنشع الجماعات الأهلية كان فيه قرار بإنشاء 16 جماع أهلية أنشأ منهم بالفعل أربعة وفيه السنة دي مفترض في الموازنة الجديدة مفترض إنه هيدخل عدد تاني من الجماعات الأهلية شايفين التوسع اللي بيحصل في الجماعات نفسها يعني النهاردة تقريبا كل محافظة في مصر أصبح فيها جامعة عادية في 16 جماع أهلية ده غير الجماعات الخاصة مثلا عشرات الجماعات الخاصة شايفين اللي بيحصل من تطوير وتوسعه في إنشاء الكليات داخل الجماعات نفسها يعني أنا هدي مثلا عندي في سهاج مثلا في جامعة سهاج في جامعة سهاج الجديدة كل يوم شايفين فيه كلية جديدة بتنشأ كل يوم شايفين فيه إضافة للجامعة وده موجود على فكرة في كل الجامعات المصرية شايفين الاتجاه نحو الكليات التكنولوجية صحيح المتطورة النهاردة الدولة مش بتهتم بالتعليم العادي بس لا ده الدولة اتجهت إنها تهتم بالتطوير وإن يكون فيه تعليم تكنولوجي موجود في كل الجامعات المصرية عشان تحسن من جودة يعني الخريج المصري مش الفكرة إن إحنا نخرج عدد كام لكن الفكرة إن مستوى اللي بيتخرج ده إيه مستوى العلم إيه مستوى المهني هيكون إيه فده مهم جداً اللي هو التطور النوعي وليس التطور العددي في العدد الخرجين أو عدد الجامعات وأعتقد إنه هارده بيتم انفاقه على الاتجاه في إنشاء الجامعات الكليات التكنولوجية والجامعات التكنولوجية أفضل كتير من اللي بيتم انفاقه على إنشاء الجامعات العادية والكليات العادية